تعود عجزها وتعود ضعفها وتعود عدم حيلتها بكثير جدا من الادعاءات هذه الادعاءات لا تخلو من بعض الحقائق الذي ذكرته لك الآن أن قوات حمدت نفسها وفق تقارير الاستخبارات العسكرية والتكوين البشري والتكوين السلوكي لهذه القوات هو التكوين قائم على العنف وتكوين قائم على عدم الانضباط يعني عندما عرض هذا الأمر على قيد الجيش السوداني كانت تعليقه أن هذه القوات من الصعب جدا ضبطها وعلى هذا الأساس شيء طبيعي جدا قوات بهذا التكوين أنه يكون عندها تجاوزات لكن هذه التجاوزات أيضا كانت مربوطة بالإسراف بتاع الحركات المتمردة وقتها خاصة على حركة عبدالواحد محمد نور التي صعدت إلى جبل مرة وبدأت تحرق حتى في مطار نيالة وتخرب شبكة المياه بتاعة جبل مرة وتخرب الطريق بتاع الرابط ما بين الكردفان وما بين دارفور تمهيدا لربط دارفور بالطرق البرية بالخرطومة من ثم حتى بورسودان حركة عبدالواحد كانت تعمل على تخريب كل هذه المنشآت ولا تبالي في إنها تحرق المدن وتسلم المواطنين إلى معسكرات النزوح وبالتالي خاصة منه أيضا هناك صراع إثن تاريخي في دارفور يسبق الإنغاز ويسبق حتى تكوين الدولة السودانية الحديثة كل هذا جعل هناك حالات كثيرة بتاع التفلد وتجاوزات من قبل قوات حرص الحدود ومن بعدها قوات الدعم السريح هذا صحيح ومثبت ولا جدال فيه